محمد صلاح ومحمد النيني بيلجوا متابعيتهم لبعض على الانستجرام بسبب رامز ديلي حارس ارسنل الحكاية بدأت لما رامز ديلي نشر صوره على حسابه على الانستجرام صورة من مباراة ارسنل وليفربول اللي تعادلوا فيها الصورة باختصار كان فيها رامز ديلي فرحان جدا ومحمد صلاح بياند بحظه علشان ضيع راكلة الجزاء أما محمد النيني زميل محمد صلاح في المنتخب المصري عمل إعجاب على الصورة دي وده زعل محمد صلاح جدا يوم محمد صلاح لاغي متابعة محمد النيني يوم النيني هو كمان لاغي متابعة محمد صلاح يا رجالة مش كده يعني مكادش صورة أكيد العلاقات توترت ما بين النجمين محمد صلاح ومحمد النيني وأكيد كل الناس مستنية أول تجمع للمنتخب المصري علشان يشوفوا رد فعل اللاعبين فقال برأيك يا بولكباتن ان اللي حصل ده يستاهل ان علاقتهم بتتوتر بسبب صورة ويعمل المنتدى قضائية أشرف حكيمي وطالب طلقته بالتعويض بعد ما زوجة حكيمي انفصلت عنه ورافعت عليه قضية علشان تطالب بنصف صروته وأملاكه هو وده النظام في أوروبا المفاجأة بقى ان أشرف حكيمي طلع كاتب كل صروته وأملاكه باسم والدته حتى مرتبه من باريس بتحول تلقائيا على حساب والدته صايع الوات حكيمي ده يوم حكيمي بمنا العربي يعمل ايه يعمل الممتدة قضائية ويطالب بالتعويض من طلقته وحسب ما نشأل الموقع الشهيري على انستجرام وايلس ان حكيمي طالب طلقته بالتعويض في نصف صروتها واللي تقدر بتلاتة مليون يوروب مش بقوله كل وقت حكيمي ده صائع يعني بعد ما كانت عايزة تاخد نصف صروته لا ده هي اللي هتديله نصف صروتها هل فعلا أشرف حكيمي هيكسب القضية؟ رغم يقاف ساديو مانيه والاعتداء على زمينه سنين توماس تخل بيصرح وبيقول أنا محامي مانيه الأول أصيل تخل ده والله بعد ما ساديو مانيه ضرب ثانيه زي ما شرحنا في الفيديو ده لو ما تفرجتش عليه روح اتفرج عليه قال تخل في تصراحات بالمؤتمر الصحفي لمبارات هوفرهين في الدوري الألماني انه تكلم مع النجمين ووضح الأمور قبل أول تمرينه وكمل ان احنا مش أول ولا آخر فريق يحصل في كده ما يا ملعبين بتضرب بعض يا جدعان وقام عن ساديو مانيه بالتحديد أنا محاميه الأول والمدافع الأول عنه وانه يعرفه من فترة طويلة وهو يحظى بدعم الكامل وقال ان كل الناس بتغلط عادي يعني يا جدعان عدوها فما هو تقييمة كبلكبات لموسم ساديو مانيه مع بايرن ميونيخ نادي النصر السعودي يجهز 120 مليون يورو للتعاقد مع المدرب الفرنسي زيني دينزيدان يا فلوسك يا سعودية وفقا لصحيفة ماركة الأسبانية فان نادي النصر السعودي بدأ مفاوضاته مع زيني دينزيدان علشان يدرب نادي النصر السعودي وقالت الصحيفة ان النصر مجهز عقد المدة عامين مقابل 120 مليون يورو أكدت كمان بعض التقارير ان النادي النصر السعودي بيستعين بكريستيانو لإقنوع المدرب الفرنسي اللي كان مدربه السابق في نادي ريال مدريد نادي النصر عاوز يجيب راموس وببي وكريم بنزيمة وهيجيب زيني دينزيدان اهو تقريبا كده نادي النصر السعودي بيجمع لعاب ريال مدريد القدام كله دا حتى تصميم شعار النادي يشبه شعار ريال مدريد هل ممكن يرجع زيني دينزيدان للتدريب من خلال النصر السعودي؟ هل أوباميانج هينتقل إلى برشلونة من تاني؟ بلغ نادي برشلونة لعبه الجابوني السابق أوباميانج ومهاجم تشيلسي حاليا بموقفه من إعادة اللاعب إلى الفريق من تاني ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة بلغ أوباميانج أنه هو يخفض رتيبه بشكل كبير تقريبا النصر والله دا لو أنت عاوز ترجع برشلونة تاني وأكدت كمان الصحيفة أن برشلونة أكد على أوباميانج أنه هو هينضم للفريق مجانا كما على سبيل الإعارة وبرضو مجانا علشان إحنا ما حلتناش فلوس خالص يعمل حاج دا علشان الأزمة المالية الكبيرة اللي عند النادي وكده كده أصلا أوباميانج قاعد دكة في تشيلسي فهل من وجهة نظرك بولكبات أن أوباميانج هيوافع على الشروط دي علشان يرجع برشلونة من تاني جماهير نادي تشيلسي توهين حارس ريال مدريد والحارس ما يسكتش ويرد عليهم حارس ريال مدريد كورتوا تعرض للانتقادات والإهانة من جماهير تشيلسي لمباراة الفريقين واللي كانت في دوري أبطال أوروبا للي ما يعرفش كورتوا كان لاعب سابق لنادي تشيلسي من عام 2011 حتى عام 2018 ولعب معاهم 154 مباراة بأهانة عليكم العشرة يا جدعان وهو ما فيش حد في الدنيا برضو هيقبل الإهانة علشان يرد كورتوا عليهم بتقبيل شعار ريال مدريد وده على فكرة ما أثرش على أداءه في الملعب بالعكس ده قدم مباراة ممتازة وبالفعل ريال مدريد بيقصد شيلسي من دوري أبطال أوروبا فهل تتوقع ملكبات الممكن ريال مدريد ياخد البطولة؟ وبس كده شكرا لكم جدا على المشاهدة او هتنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الأخبار الجديدة واشوفكم الحلقة الجاية